الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهجر الله فلا نظل له ومن يظل فلا هاجي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عدوه ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة نطح الأمة وكشف الغمة وشاهد في الله حق جهاته حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد أدق الحجيز كلام الله عز وجل وخير الهدى خدا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور محدداتها وكل محددت شن بدعة وكل بدعة شن ظلالة وكل ظلالة شن في النهر ربي إفرحتي صدري وإسلي أمره وحد العقدة من لذاني يبقى وقولي يقول الحق بمحتم آياته يا أيها الذين آمنوا لا تقول الله والرسول وتقول أمانتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجرم عظيم آبائنا أمهاتنا نحن أولادكم رجال وهذه الأمة الإسلامية فإذا قد صرتم في طبيتنا وأحمدتم في توسير سلوكنا فقد عرضتم هذه الأمة للسل والهوان وقلنا لا قدر الله سببا في ضياع أمة الإسلام أما إذا أحسنتم أدبنا وربيتمون على خلق محمد صلى الله عليه وسلم أصبحنا جنود الله وقرسانا للجين فعلى أجينة تمهضوا الأمة وتنتشروا رسالة الإسلام أيها الذ أباء اتقوا الله فينا وربونا على الجين والأخلاق لأنهما لأنهما قوة الأمة وعزها وسلاحها الذي لا يهزم قال الله تعالى يوصيكم الله في حولاتكم نحن أمانة بل في أعناقكم تسألون عنها يوم القيامة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوة أنفذكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة أيدكوها الأمان إننا نوتنا على الفطرة السليمة فقمنا بإخراج جيل مننا يتحرك بالإسلام قلباً وقالباً وعلمنا القرآن الذي إذا مص قلوبنا فدعها وأمارها وعذبنا بالحلال والحرام قال الشعر الأم مضغفة إذا أعددتها أعددت شعباً طيباً أعراقي إن الضرية الطالحة سبباً في دخول الجنة وعندما ضحت القرآن تُكتب لكم الحسنة وتنحى لكم السيئة وتنفع لكم الزراجة يعني لكما سبباً في طلبية جنج من جنود إثنان في كل المجالات وسبباً في إعلاء كلمتي لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقاً شارياً أو علماً ينتفع به أولاً صالحاً يدعو له أكذر أولاً صالحاً يدعو له أبينا أمهاتنا تجنبوا العنفة في طربيتنا قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعد الحسنة وشهد لهم باللتي هي أحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ولا تعنفوا فإن المعلماء خير من المعنفين اللهم اجع من بيوتنا بالإيمان وتطبيق تعاليمي عن نبي الحدناني وإقامة الصلوات وتلاوة القرآني برك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا والتخفر الله العظيم الجريب